السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم حلوية مايالي ما انشو الله نحضر معاكم بغرير ناجح مليون في المياه مكونات وبسيطة وطريقة تحضر ديالي جدا سهلا نتمنى الوصفة دياليوم لنعجب ديالكم ودعموني بلايكاتكم ومتعلاقاتكم واذا اقترحاتكم الوصفات اللي بغيتونا نحضر معاكم ولكتو المرة كتابة القناة ديالي فمرحبا بكم والف مرحبات اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا جديد الوصفات نخليكم دابا مع المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة بسم الله اول حاجة كنوضع خمسة الكثان من الماء الدافئ في ايناء ودائما اللعبار بكأس لانبا لغنضيفو علي كاس من الدقيقة الابيض اي الفارينة وغنضيف لي ثلاثة كيسان من السميدة الرقيقة ديال الحرشة كنحركو المكونات ديالنا كاملين مع بعض حتى كيمتازجو لنا جيداً حتى كيصبح لي الخليط ديالي بهذا القوام دابا غنضيف لي ملعقة صغيرة من الملح ودائما الملح كيبقى على حسب الضوء غنضيف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية وسبعة جرام من خميرة الحلويات كنمزج المكونات ديالي جيداً مع بعضياتهم من بعد كنوضع الخالي ديالي في خلط كهربائي وكنطحن الخالي ديالي واحد ثلاثة دقيق كما كتلاحظو معي الطريقة جيد سهلة وكتعطي نتيجة مضمونة مليون في المياه بانوضع الخالي ديالي بهذا الشكل فخلط كهربائي ودابا غنطحنو رجع معاكم من بعد مطحنت الخالي ديالي كيصبح بهذا القوام دابا غنغطيه ببلاتسيك عدائي وغنخليه يخمر واحد خمستاشر دقيق وكنغطيه بمندل من بعد مخمر لي الخالي ديالي كيما كتلاحظو معي الطعف الحجم ديالي وكذلك اولو فيه واحد فقاعد هذا هو القوام ديال الخالي ديالي كيفاش كيصبح دابا غنمر مباشرة باش نطيبه دابا غناخد مقلد ديال البغرير اللي اسبق لي وضعتها على النار تسخل وغنوضع فيه شوية ديال الماء ونعود نحويه باش البغرير ديالي يطيب على خاطره وما يتختش ديالي كنوضع القليل من الخاليط في المقلد وكنوضعه على نار متوسطة متكونش نقصة بزيف ومتكونش مزهدة بزيف صافي وكنخلي البغرير ديالي حتى يطيب ليه هنبدو كيبانو ليه الفقاعد بالنسبة لهذا البغرير البنات فكيجي بنين بزيف لان فيه سميدة اكتر منطقة وراه ناجح مليون في المياه وكيجي خفيف بزيف راه كامل كيجي متقعب وكله كيجي مجعب ما شاء الله انا كندوز الملعقة من الجوانب تنتأكد انها ما ناصقش هادا اغنحيدها كما كتلاحظوا معي كيجي رائع جدا وكيجي كامل مجعب ودروري نكونوا حاطين حدنا واحد المين ديل بس نقوم نحطوا عليه البغرير ديالنا ملي طيب لانهو اللي حطينا البغرير على التفصيل ديال التقديم راكي يجزق من الجاس وكنستمروا بنص الطريقة كنوضعوا القليل من الماء في الميقلاج وكنعودون خويوه كنوضعوا الخليط ديالنا وكنستمروا بنص الطريقة كما كتلاحظوا معي كيجي ناجح مليون في الميقل اشتركوا في القناة وكما كتليكم كيجي خفيف ومهوي ما كيجي شقي هندير معاكم واحدة اخرى بنفس الطريقة فكما كتلاحظوا معي البغرير ديالي كيجي ناجح نتمنى الوصفة دياليوم تنال اعجاب ديالكم وتشاركوها مع استقاعكم ومعارفكم باش تعمل فائدة بالنسبة للبراسة اللي كتبال ليه ما فيها جتوقو فكنكوحزها للنار بهذا الشكل هذا وبالنسبة للبنات اللي ما كنجح تعمل البغرير غير تتابعوا هاد الخطوات وغير نجح لكم ان شاء الله وكنستمروا بنفس الطريقة حتى كنكملوا الكيمية ديال البغرير ديالنا كاملة هذا هو الشكل ديال البغرير ديالنا من بعد مطاب كما كتلاحظوا معايا كيجي كامل مجعب كيجي رائع جدا كما كتلاحظوا معايا وكيجي طيب نتمنى الوصفة ديال اليوم تنال انجر ديالكم وداموني بلايكاتكم وتعليقاتكم وايضا اقتراحتكم الوصفات اللي بغيتوني نحضر معاكم ولكتو اول مرة كتابتوا القناة ديالي فمرحبا بكم والف مرحبا اشتركوا في القناة وفعلوا زل جرس باش دائما توصلوا بجديل الوصفات والى الوصفة القادمة ان شاء الله شكرا شكرا